بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة ولسه مكملين مع بعض درسنا عن الاستدلال التجريبي أو الاستقراء وتعالوا بقى دلوقتي نعرف يعني إيه استقراء هو العملية التي ينتقل فيها الباحث من بحث حالات جزئية بحثا تجريبيا إلى حكم عام ينطبق على هذه الحالات والحالات الممثلة لها زي ما خدنا مثال المعادن التي تتمدد للحرارة ايه هي الحالات الجزئية؟ قطعة حديد تتمدد بالحرارة دي حالة جزئية قطعة نحاس تتمدد بالحرارة دي برضو حالة جزئية بحثنا عن طريق ايه؟ بحثا تجريبيا عن طريق ايه؟ التجربة فانتقلنا إلى حكم عام ينطبق على هذه الحالات والحالات الممثلة لها فلما قلنا أن كل المعادن تتمدد بالحرارة يبقى احنا كده عملنا عملية ايه؟ استقراء انتقلنا فيها من حالات جزئية لحالات ايه؟ عامة أو لحكم عام أو قانون عام بينطبق على الحالات دي وكل الحالات الايه؟ الممثلة هو طريقة في البحث تعتمد على الملاحظة والتجربة بهدف الوصول لحكم عام على الظاهرة لأن أنا علشان أحكم في الآخر أو أوصل لقانون بوصل له عن طريق الايه؟ عن طريق الملاحظة والتجربة يسمى استقرائي لأن الباحث يستقرأ أي يقرأ الواقع عن طريق الملاحظة الدقيقة ثم ينتهي إلى قانون ويبدأ بجزئيات محسوسة تقع في خبرة الباحث جزئيات محسوسة زي ما احنا لسه متفقين قطعة حديد وقطعة نحاس وأي قطعة معدن دي ايه؟ جزئيات محسوسة قدرت ان انا احكم عليها عن طريق ايه؟ التجربة ثم ينتهي إلى حكم معين ثم يعمم الحكم على هذه الجزئيات والجزئيات المشابهة لها ليكون هذا الحكم هو المفسر للظاهرة زي القانون بتاعنا كل المعادن تتمدد بالحرارة مثال العالم عندما انتقل من الحكم على الحديد والفضة إلى الحكم على كل المعادن بأنها تتمدد ايه؟ بالحرارة يبدأ تعريف الاستقراء تعالوا بقى نفرق بين الاستقراء والاستنباط واحنا فرقنا بينهم برضو في أول الفصل اللي فات لما جينا نتكلم عن الاستقراء والاستنباط تعالوا بقى نفكركم تاني ايه هو الفرق بين الاستقراء والاستنباط الاستقراء قلنا عليه استدلال مادي لأنه بيعتمد على التجربة ومطابقته للواقع يبقى استدلال مادي تجريبي يدرس موضوعات مادية وملموسة يعتمد على التجربة عشان كده قلنا عليه منهج تجريبي بنستخدمه فين؟ في العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية اللي أنا ايه بخضعها للتجربة قضايا تركيبية فاكرين القضايا التركيبية والتحليلية قلنا القضايا التركيبية توقف شدقها على ايه؟ صدق النتائج بتاعها بيعتمد على الرجوع لإيه؟ للواقع عشان كده بنقول أن الاستقراء قضايا ايه؟ تركيبية أما الاستنباط فبنقول أنه هو استدلال عقلي الاستقراء مادي بيعتمد على الواقع أما الاستنباط استدلال عقلي بيدرس موضوعات عقلية بحتة رموز وأعداد بيعتمد على التفكير العقلي المجرد بيستخدم في العلوم الرياضية والمنطق قضايا بقى هتبقى تركيبية ولا هتبقى ايه؟ برافو قضايا تحليلية ليه تحليلية؟ لأن صدق القضايا التحليلية صدق النتائج بتاعها بيرجع للايه؟ بيرجع للاتصاق بين المقدمات والنتائج بين المقدمات والنتائج وده الفرق بين الاستقراء والاستنباط طب تعالوا بقى نفرق بين الاستقراء والقياس الاستقراء بيتكون من عدة مقدمات ويبدأ بالجزء ثم ينتهي بالحكم على الكل بيبدأ من الخاص ويوصل ايه؟ للعام لذلك يسمى استدلال صاعد لذلك يسمى استدلال ايه؟ صاعد اما القياس فبيتكون من مقدمتين بس مقدمتين تمام؟ بيبدأ بالكل فاكرين القياس كل الطلاب ناجحون واحمد طالب يبقى احمد ناجح يبدأ مقدمتين بيجيب للكل يعني بينتقل من العام الى الخاص اي يبدأ من الكل ثم ينتهي بالحكم على الجزء لذلك يسمى استدلال ايه؟ استدلال هابط يبقى الاستقراء استدلال صاعد لانه بيبدأ من الجزء وينتهي الى الكل اما القياس فاستدلال هابط لانه يبدأ من الكل ويصل الى ايه؟ الى الجزء ايه هي بقى انواع الاستقراء؟ عندي استقراء كامل وبنسميه الاستقراء التام والاستقراء الناقص اللي هو الاستقراء العلمي ليه سمينا ده تام وليه سمينا ده ناقص؟ الاستقراء الكامل او التام قلنا عليه كده لانه بيفحص جميع جزيئات الظاهرة ثم يطلق الحكم فيسمى بالاحصائي او التلخيسي لا يصلح الا اذا كان عدد افراد الظاهرة محدود يعني انا انت هقدر اعمل الاستقراء الكامل او التام لما يكون جزيئات الظاهرة اللي عندي محدودة عددها محدود فبالتالي هقدر افحاصها ايه كلها؟ زي ايه؟ زي احصاء عدد طلاب الفصل دلوقت انا عايز اعمل استقراء تام لجميع لعدد من اعداد الفصول عندي هقدر عدد افراد الفصل فهقدر اقول ان في عدد الفصل ده مثلا 30 انا هنا عملت استقراء كامل او الاستقراء ناقص؟ لا عملت استقراء كامل او مثلا عايز اقرر ان كل الفصل ده لنجحين يبقى صحح الورق بتاعهم كله واكد في الاخر ان هم كلهم ايه؟ نجحين ينفع اقول ان كلهم نجحين بناء على ورقة واحدة او ورقتين ولازم افحص كل الورق عشان كده قلنا عليه استقراء كامل او استقراء تام بس ده مش هقدر اعمله اللي لما يكون عدد افراد الظاهرة ايه؟ محدود تمام؟ اما الاستقراء الناقص فبيفحص بعد جزيئات الظاهرة ثم ينتقل الى حكم عام ينطبق على الظاهرة اللي انا بدرسها والظاهر المشابهة ليها بيعتبر استقراء علمي ويستخدم في العلوم الطبعية لان طبعا جزيئات العلوم الطبعية او الظاهر الطبعية عددها غير محدود فانا مش هقدر اعمل فيها الاستقراء الكامل او الاستقراء التام ان انا نفحص جمع جزيئاتها زي ايه؟ زي يلاحظ العالم ان ماء النيل والفراط ودجلة عزب المية بتاعة الانهار دي عزب فاستنتج ان كل الانهار هي كمان مياها ايه؟ عزب هنا طبعا جزيئات الظاهرة محدودة ولا غير محدود؟ طبعا غير محدود علشان كده انا هفحص ايه؟ بعض منها وبعدين انتقل لحكم عام او قانون على كل الظاهر الايه؟ المشابه يبع عند استقراء كامل او استقراء تام واستقراء ناقص او الاستقراء العين اجيب عما يأتي عرف الاستقراء كارن بين كل من الاستقراء والاستنباط والاستقراء والقياس والاستقراء التام او الكامل والاستقراء الناقص وبكده نبقى خلصنا تاني جزء من الاستدلال التجريبي او الاستقراء وإلى اللقاء مع الجزء الاخر ان شاء الله مع موقع نفهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا